النقاط بقى اللي أنا عايز أتكلم عليها حاجات معينة هتكلم عليها بصفة دي كنت لعب قبل كده في النادي وبصفة دي برضو أن أنا متفرج الآن أو مشك النقطة الأولية في بعض الناس بتحاول من دلوقتي أنها تشكك في مكاسب النادي الأهلي في فوز النادي الأهلي هي عايزة تزعزع الاستقرار اللي موجود في الفريق الحمد لله رب العالمين طولة الدوري ماشيين لحد الوقت بنسبة 100% يعني حظنين العلامة الكام إن شاء الله نكسب النهاردة نعتلي قمة الجدول بإذن الله رب العالمين فعملين يكلموا يعني كلام يعني مش عايز أعلق عليه ولكن هم مجموعة عاملين نفسهم للأسف محللين وبيستخفوا دمهم وكل ما تشي يقولك إيه مجموعة ما تكلمش على حد معي إن النادي الأهلي ما كانش يستحق يكسب النهاردة النادي الأهلي كان يستهل خسارة النهاردة النادي الأهلي مش عارف حصل النهاردة دا كولر دوت مدرب محزوز دا كولر الكشف مش نفس المحللين دول نفس المحللين دول لما مسكوا لما مسكوا أندية فشلوا فشل زرية فشلوا فشل زرية هم بيدوروا على حاجتين بيدوروا على الترند وبيدوروا عشان عشان يبقى ترند هجيب سيرة مين هجيب سيرة النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مسموع متشاف أي حاجة تقال عن النادي الأهلي هتجيب نسبة مشاهدة هو بيمسك في الحتة دي زائد كمان أنه هو عايز يزعز على استقرار النادي الأهلي طيب النادي الأهلي يعبر أربع ماتشات وضع طبيعي أن الأربع ماتشات اللي تلعبت مش هيبقى بنفس المستوى هتلاقي شوت كويس فترات كويسة فترات مش كويسة هتلاقي بعض الأخطاء في كل مرة على فكرة كل ماتشة هتلاقي أخطاء ده وضع طبيعي بس المهم أن أنت تصحح الأخطاء دي الوقت ضعيف جداً بالمورات وده اللي اشتاكى منه ميستر كوري يعني إحنا خلينا نتكلم بقعية شوية إحنا مخلصين الماتش أول مبارح آخر ماتش إحنا مخلصينه أول مبارح اللي هو بتاع سيراميكا كيليو باتر يوم الأربع الأربع طالعين من الملعب ساعة سابعة مثلاً ولا حاجة بعد الماتش ولا تمانية يا دوبك اللعيبة راحت بيوتها دخلت في اليوم التالي سافرت خدت بعضها تمرين خفيف وسافروا راح الجونة مبارح النهاردة عندهم ماتش حتى ما فيش وقت صحح الأخطاء تصحيح الأخطاء بقى نظري تصحيح الأخطاء دلوقتي بقى نظري إحنا من بداية الموسم لما دخلنا وأسرنا فترة الإعداد ودخلنا على طول على مبارات بطولة مبارات السوبر وبعدين دخلنا على معمعة الدوري وبعدين على بطولة الدوري أفريقيا فما فيش أصلاً وقت إن حتى مستر كولاري صحح الأخطاء فتصحيح الأخطاء بيبقى نظري وتلاقي كل ماتش حتى بمناسبة لكل ماتش بنلاقي 3-4 متغيرين أو 4-5 متغيرين أولاً فيه إصابات فيه حالات فنية فيه إجهاد ولكن في الآخر خالص هي وجهة نظر مدير فني وهو القادرة بلعبته وحالتهم فنياً بدنياً زهنياً خليني أكلم على بقى زهنياً ونتكلم من حتة نفسية طبعاً كلنا منتظرين إن مودست يباند بالشكل المعروف عنه خليني أكلم حضراتكم برضو بوقعي أنا واحد من الناس أتمنى إن مودست يظهر بالصورة اللي احنا شفناها عنه في الدوري الألمان ولكن في بعض الأحيان اللعيب نفسياً بيبقى مهزوز شوية من الأجواء المختلفة ممكن أكون لعيب كبير قوي لكن الأجواء بالنسبة لي مختلفة شوية ممكن معلش ممكن هو يكون بيفكر إنه هو كان بيلعب في الدوري الألماني ودلوقتي بيلعب في الدوري المصر باستثناء إن أنا بلعب في النادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير ولكن أنا أتكلم على فلسفة فلسفة بتاعت فكر لعيب لعيب كان بيلعب في وبعدين السنة اللي بعدها حصل هبوط في المستوى وبعدين نزل فإيه بيدور على إن هو يخلق لنفسه جو زي ما كان بيلعب في ألمانيا في الدوري المصر أحياناً بتاخد فترة لو حضراتكم فاكرين يعني كذا لعيب جلنا بلكده في منهم ناس فشلتكن لعيب أكبار وفي منهم ناس بعد سنة تقلقت والأسماع موجودة ولكن برضو علشان ما نبقاش قاسين قوي 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 احنا هنفضل صبرين صبرين وندي فرصة للراجل ده هو لعيب كبير ولكن الأجواء بالنسبة لهم مختلفة فأحياناً الفلسفة والفكر ونفسياً بتاخد وقت مع بعض اللعيباء وأحياناً ما بتخلهمش يظهروا بمظهر كويس وأحياناً بيدوس على نفسه والمسألة بتبقى مسألة وقت نتمنى نتمنى لمودست ان شاء الله ربنا يوفقه ويدخل في الأجواء بسرعة ويتقلق معه لعيبة النادي الآن نتمنى نتمنى